بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم أحبابي وأحباب شفية المغربية لكم من السلام تنطلب الله سبحانه وتعالى يلقاكم هذا الفيديو وانتم في أحسن الأحوال إن شاء الله بحول الله وقوته غد نحطه واحد وصفات خاصة بإذن الله الواحد القهر قبول رائع ولكن تسخير الأمور للبنت اللي بغى تزواج للبنت اللي بغى تخدام للبنت اللي عندها تعطيل الأحوال للبنت اللي عندها مشكل ما تنجحوش معها الوصفات للبنت اللي تتكون جميلة ولكن عندها نحس مشي يلي منحوسة ولكن عندها مشاكل اللي خلتها تكون عندها نحس فيما مشات يكون عندها نحس لأن نحس جي من الحسد إنسان تكون عنده طاقة سلبية أو طاقة نحسد ذلك على طريق طريق الحسد دياله لأنه عنده شيطان قوي ديال الحسد ولكن تيقولوا الحسود لا يسود لأن الحسد تيكل الحسنات ولكن الحسد هو تيحسدك على النعم اللي عندك عندك شعر طويل تيبقى يحسدك عليه حتى يوليه يتساقط عندك تكوني جيدة في القامة ديالك تيحسدك عليها حتى تتبديد دعافي يتولي يولي عندك غتايا تولي طقيا يتولي تجيك الخلعة هاتشي كل شي من الحسد ضغط في الصدر عندك وحد الطاقة ديال الحسد زي متالك الصدر ديالك ولكن كين كل شي في القرآن الكريم ونعم بالله القرآن هو شفاء وذواء أي حاجة مش القرآن ولكن الوصفة تبقى وغير سبب باش تنحيضوا الطاقة السلبية وتن نديرهم على حسد أننا نحيضوا بعد الحسد ما تيحيتش إلا تقرير القرآن ولكن تنحي تنحي بعشوب تنحي بأي حاجة تصال حال هذك الحسد إذن أحبابي هي وصفة ديالي ديال اليوم هي عبارة على عبارة على الخزامة والمسك الخزامة والمسك غادي إن شاء الله غادي نديرها وغادي نتوكل على الله لأن فمن توكل على الله فهو حسبه أول حاجة غادي نمشي عند العطار ناخد واحد خمسة درهم ديال الخزامة لأن الخزامة جيدة في حرق التوابع إما حسد وإما عين وإما التابعة ديال الله ديال الكلام غادي ناخد واحد الخزامة بحركة زرقة تكون جيدة وناخد المسك هذ المسك نوريكم وش غادي تديروا بي إن شاء الله ولكن غادي نحيض هذ المسك وهذ الخزامة إن شاء الله غادي نوضعها في الزيف ديالي الخزامة غادي نوضعها بحركة اشتشها وحركة وغادي إن شاء الله نحاول أنني نكون على طهرة ونكون نقية نكون على طهرة ونكون نقية في واحد الليلة من الليالي أي ليلة تكون نقية فيها غادي نكون بغا نمشي النام غادي نصوب هذ الوصفة ونخليها إن شاء الله تحت الرأس ديالي أول حاجة أخذتكم تعرفوا اليقين في الأمور هي أجمل حاجة تكون هذه الوصفة أعطيتها لك أخذها بيقين وغادي تنجح معك لأن بعض الناس وخاء الوصفة التعبع لها وديري عليها ولكن تعطيها لي هي ناجحة بقى مع الناس ولكن هو تجي تليد وطفص ما عندوش يقين ما عندوش ما عندوش تحاجة إلا ما كيش عندك يقين توصفة ما تنجح معك الحبيبة ديالي توصفة ما تنجح معك إذن هذه نصيحة ولو يعطيك إنسان أي حاجة قولي بسم الله وديريها وتوكلها الله وربنا غادي سخر الأمور تنعطيكم نصائح لأن الناس لي ما عندو مش نية ما تنجحوش معهم حتى وصوة إنتي ما ديراش باليقين ديالك ما تعطيكش إذن أنا بغيت نكون مقبولة بغيت نكون بغيت نكون محبوبة مع الناس وبغيت أنني ناخد واحد طاقة إن شاء الله من القرآن الكريم غادي نشتتهاك زي في المنديل دير الشعر ديالك إما اللي تدير المنديل تديره على الرأس ديالها من تسالي وإما البنت لي ما تديرش منديل ولو تديرو غير في العنق ديالها هيكون عندها خير وبركة المهم ناخد منديل يكون جميل زوين يكون في لون بحلكة لون زوين وغادي إن شاء الله نشتت فيها نوضع فيها الخزامة وغادي إن شاء الله نصلي ركعتين هو أمام القبلة وغادي نصلي وغادي نستغفر ونصلي على الحبيب غادي نشتب حلكة وآنا نقرأ صورة الواقعة صورة الواقعة كاملة صورة الواقعة كاملة وغادي نقرأ إن شاء الله بحول الله قوتي صورة الكوتر صورة الكوتر تتحييد قه التعسير وغادي نقرأ نقرأ بحق اسم العزيز ان تعزني مع جميع الناس او مع اولاد ادم اولاد حوى اللهم انصرني على امنيتي اللهم ارزقني العز والقبول مع جميع الناس وغلي ان شاء الله انجمعوه وغلي نديرو تحت الرأس ديالي انجمعوه ونديرو تحت الرأس ديالي يبقى ليلة كاملة يبقى ليلة كاملة نوضعه هكا ونوضعه هكا ليلة كاملة على اساس بغيت العز وبغيت القبول ان شاء الله وسهلة مهلة هادي غادي ناخد واحد الكمية كتر من هادي غادي ناخد كمية بحلكة غادي نوضع بها ماء ساخن ماء ساخن الوقت لنكون غادي اي مكان غادي تحت صدر ديالي والكاتفين والرجلين الرجلين من الفوق من الفوق الى التحن اللي بقى غادي نتبخر به مقلات مدة اسبوع مدة اسبوع عابسي صورة الواقعة مع الخزامة رائعة في جلب الخيرات وتعطيك قبول تعطيك اه تعطيك كل شيء صورة الكوتر تتحيد تتنحي الحسد والعين والتعسير صورة الكوتر رائعة في اه كل الامور غادي ناخد واحد قطعة المسك قطعة المسك ما قريت عليها موالو نحكها داخل اه الاحذية ديالي ها قد ناخد واحد قطعة المسك نبقى ان نمسحها على الاحذية ديالي ونقرأ اي حاجة بغيت قدامي يكونوا مظهارين بغيت قدامي يكونوا مظهارين فيما مشيت نكون مظهارة اه قراءة شعبية اللهم اه بغيت نكون مظهارة وبغيت نكون مظهارة فيما مشيت نكونوا قدامي قدم الخير وغادي نحك داخل ماشي خارج داخل لان ما غات لبسيه غادي تكوني فيما مشيت تكوني مظهارة ومقبولة باذن الله لان الوصفة هي رائعة واكتر من رائعة خستكم غير اليقين اه ان شاء الله اول حاجة ربي سبحانه وتعالى يحميكم واعتكم المبتغى ديالكم ويفرحكم عن مقاريب يا رب العالمين واللي يبغى الدعاء اللهم سخر لهم ما في السماوات والأرض اللهم كلهم عون ومعين في كل الامور اللهم اشرح صدورهم ويسر امورهم وحل عقدسا من لسانهم يفقهوا قولهم اللهم وبحق محمد وآل محمد أن تسخر يا رب تسخر لهم ما في السماوات والأرض يارب بعضهم سؤولهم الناس اللي بغمين الدعاء لا في الزواج ولا في الرزق ولا في أي حاجة أو المرأة لمعرض للطلاق اللهم اجبر خاطرها وردها إلى زوجها إن على رجعه لقادر إن على رجعه لقادر اللهم رد كل واحد رد له حبيبه أو خطيبه أو أي حاجة في آخر له الأم اللهم اجبر خاطرها خواطرها في أولادها اللهم اجبر خاطرها في صحتها اللهم اجبر خاطر أحبابي وأحباب شفية المغربية هذا دعاء مني إليكم دعاء لكم يا أحباب شفية المغربية إذن ما بقى لي ما نقول لكم إلا حطوا لايك دعموا القناة فعلوا الجرس هنا حول الله وقوته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته